طيب ايه هو بقى حكاية بكاري جسامة؟ تعالى اقول لك حكاية بكاري جسامة عشان تفهم هي ازمته منين؟ ازمته فين؟ نمشي بالمشاهد بتاعة بكاري جسامة واحدة واحدة بوس سيد المشهد الاول لبكاري جسامة الحكم الجنبي المولود فيه فبراير 1979 بيواجه حالة رفض كبيرة من الشارع المصري وكمان المسؤولين عن اتحاد الكرة والمنتخب لادارة مباراة الكاملون في نصف نهاية كأس الامر الافريقية المشهد الثاني الحكم الجنبي خلال مسيرته الدولية اللي قدر فيها 114 مباراة اشهر خلالهم 263 انزار وطردين فقط واحتسب 25 رقل الجزاء كان النادي الاهلي هو اكثر فريق يدين له مباريات بعشر مجال بنتكلم على المستوى المصري النادي الاهلي مع بكاري جسامة كسب اربع مباريات فقط وتعادل في تلاتة وخسر زيهم وكمان الاهلي معاه كسب لقب دور الابطال الافريقية في 2013 لما فاز على اورلاند بايرتس الجنوب الافريقية في استاد المقرن العرب 2-0 والسوبر الافريقية في نفس السنة قدام اليوبار الكنغوري الاهلي كمان له مع جسامة لقطة لا تنسى في اياب نهاية دور الابطال 2017 امام الوداد وهي سورة عماد متاب وهو بيلوح قدام الكمان انه تقاضى رشوة لحرمان الاهلي من اللقب اللي راح وقتها للوداد بعد ما كسب واحد سفر وسط قرارات غريبة للحكم الجنبي منتخب مصر هو ثاني اكثر فريق ادار جسام المباراة له بست لقاءات كسبت مصر منع تلاتة وتعدلت في واحدة وخصت مواجهتين ومباراة الابرس كانت السعود للمنديار الروسي 2018 امام الكنغ وحسابه رقلة جزائل الفرعنة في الوقت القاتل سجلها محمد صلاح وخطب بطاقة التأهل تحس انه عادي يعني ليك وعليك بس حسب دماغه ماشي الحكم الجنبي ادار للفرعنة مواجهة المنتخب النجيري الاولى في كاس الامر الحالية واللي خسرها منتخب مصر بهدف وكمان ادار مباراة غينيا الاستوائية ومالي في دور 16 بالبطولة المشهد السابع الجسام ادار كمان لنادي الزمالك اربع مباراة كسم منها اتنين وخسر اتنين وكم منهم لقاء العودة في نهاية دول الابطال 2016 امام سانداونز واللي كسبه الزمالك بهدف لكنه خسر البطولة 33 كارتة اصفر كانت هي حصلت انذارات جسامة للفرعنة المصرية منتخب واهل وزمالك واثنين كارتة احمر بعد انذارين واحد للمنتخب واحد للأهل طيب ليه بقى انا اعرضت لحضراتكم الكلام ده ليه عشان تفهم انه الراجل ده على الورق لا حكم كويس وحكم عادي يعني مش حكم يبدو انه هو ظالم بشكل واضح يعني او عنده كوارث واخطاء كارثية على مر تاريخه في التحكيم بس هو حكم ذاكي هو حكم ذاكي ذاكي للأسف في رأيي مش الزكاء الحلوة طيب الزكاء اللي ممكن مبقاش طيب كل ده مش قلقني اوي كل ده مش مخوفني اوي بلاش حضرتك وانت بتتفرج على الكلام ده وتسمع اعتراضات اتحاد الكورة وتسمع اعتراضات الجهاز الفني وتسمع اعتراضات من الجمهير تبقى انت قلقان انا مؤمن ومقتنع ده بشكل عام في حياتي مش بس في الكورة في حياتي ان انت تشتغل وتخلص في عملك وتكتهد وتشتغل بروح وبإخلاص وبأداء جيد كده كده ربنا هيكرمك فيش بقى ظروف يعني كل الظروف اللي دي اسمقى ظروف دنيوية بتاعتنا احنا كده نقعد اصلا الحاكم عمل ايه اصلا هم رخيموا علينا في الملعب اصلا هم دايقونا شوية في التجهيزات والتدريبات اصلا هم في الكسة بتاعت الاستشفاء كانوا جايبين لنا مش عارف جلادل كل الكلام ده حطوا على جنب